السلام عليكم و اهلا بك يا عزيزي يا المشاهد في فيديو دي عزيزي المشاهد احب اقولك على حاجة في البداية انه لا الفيديو ده من شكلك بيتغالص وانا ما بحولش اخدعك في العنوان علشان اجذبك ولا الكلام ده كله حضرتك بتروح تجيب هارد علشان تحط عليه بياناتك او تجيب اس اس دي علشان تعليم ساحة التخزين بتاعتك لما بتركيبه في الكمبيوتر بتاعك بتفاجأ بحاجة غريبة جدا جدا الاس اس دي مكتوب عليه 128 جيجا بايت بتفاجأ انها بتكون اقل من كده بحبة حلوين لو الموضوع ده حصل معك اول مرة وانت ما كنتش تعرف فساعتها هتفكر انه البائع اللي انت جاب منه الحاجة دي نصب عليك او انه الكمبيوتر في مشكلة مش عارف مثلا ايه ارى المساحة بشكل كامل ولكن يؤسفني يا عزيزي المشاهد قال حبيب انه انت تنصب علي او خلينا نكون يعني مهنيين شوية ونقولها بشكل احترافي هي في الحقيقة نصبايا يعني فهمني ما فيش اي حاجة هي نصبايا او في الحقيقة مش انت بس هو العالم كله حرفين اتنصب عليك لانه بكل اختصار وبدون اي تضيع للوقت مفيش حاجة اسمها جيجا بايت بص بص واحدة واحدة بكده وتعالى هحكي لك كل حاجة وهيعني ايه تعالى طبعا لو انت ما صليتش فرض من الفروض بتاعت النهاردة وقاعد مكسل فاتمنى انك تروح تصليه يعني لانه ده اللي هيفيدك في الاخر مش انا المقاطعة هتسأل اخواتك خلاص مش محتاجة افكارك كتير ها بتكونش يعني ايه فاهم من انت طبعا عزيز مشاهد اعتقد انه انت يعني غالبا عارف ان الكمبيوتر بتكلم لغة زي وزيك وهي لغة الزير والواحد او خلال نقول البت طبعا ده كلها حاجات بديهية وكله عارف دلوقتي يعني خلال نكله هنرتفع شوية لفوقه وبنوصل للنظام السنائي اللي هو بيز تو وهو بكل اختصار الطريقة للعد بتعتمد على الاساس 2 مرفوع لقس عدد البتات علشان ما دخلكش في حوارات كتير ده نظام معين للعد في الكمبيوتر زي نظام اللي انه انت بنستخدمه اللي هو 1 2 3 1 9 اوكي طبعا نزال الصفر يعني بس في الحقيقة احنا هلا بنستخدم البيتات مش البيتات يعني في موضوع التخزين تمام طبعا لو مش عارف الفرق ما بين البيت والبيت والميموري عمتا انا عملت فيديو كده خمس دقيق بيشرح الموضوع ده هتلاقيه في صندوق الوصف اوكي فيديو سريع لطيف خفيف كده هيفهمك الدنيا ماشي ازاي بالنظام السنائي احنا ممكن نمثل اول وحدة التخزين وهي البيت وطبعا علشان العالم بيتطور والاحجام عمالها تزيد واخد بالك انا عمالها اختصر بشكل مش طبيعي عالد البتات عمال يزيد وبقنا بنستخدم وحدة اعلى بستتكون من 1024 بايت واخد بالك بايت مش بت احنا هنا بنتعامل بالبيت مش بالبيت هتقول لي اه لـ 4024 بايت دي انا عارفها اسمها الكيلو بايت مش بيقولك انت مضحوك عليك الوحدة دي اسمها كي بي بايت ده اعلى بتتكون من 1024 كي بي بايت بتقول لي بس دي انا خلاص عرفتها اسمها ميجا بايت لا اسمها مي بي بايت والله العظيم هفاهمك بس احدى تمام بعدين الاعداد زادت وبقى الـ 1024 مي بي بايت وحدة تل لا اسمها جي بي بايت والاعلى من كده اسمها تي بي بايت مش تيرا بايت التوكل اللي هو احلى لقولها تفتكر انها اختلاف مسميات مش اكتر وانه هي نفس القيمة يعني مفيش اي اختلاف جوهاري بس في الحقيقة هو فيه فرق كبير جدا شوف عزيز المشاهد للأسف انت عايش في عالم رأس مالي رأس مالي بحت الشركات همها الاول والوحيد هو المكسب حتى لو كان ده هيجي على اي حاجة تانية هو ده اهم شيء بالنسبة لكل الشركات دي حاجة ما فيهاش نقاش في حالة الشركات اللي كانت بتصنع الاقراص الصلبة وادوات التخزين وحنا هلا بنتكلم على الفترة السبعينات والثمانينات بتاعت القرن الماضي شركات زي سي جيت واي بي ام بدأوا يفكروا في طريقة يقللوا فيها عدد البيتات من غير ما المستخدم ياخد باله فبدل ما نعمل 1024 بايت اللي هما بيساوي 1 كيبي بايت هنشيل اللي 24 زيادة دول كده نحطهم في جبنا نوفرهم ونخليهم 1000 دلوقتي فيه هنا مشكلة انه المستخدم هياخد باله لانه 1000 بايت بيساوي اقل من 1 كيبي بايت طبعا مش هنقدر ان احنا نجذب فنعمل ايه نطلع وحدة تخزين جديدة تتناسب مع العدد اللي احنا عايزينه وهنا بقى ظهرت الكيلو بايت ويكون عدد البيتات بالنظام جديد وهو النظام العشري النظام العشري هو نظام اساسه عشرة مرفوع لقص معين اللي هو انا وانت بنستخدمه في العدد ده نظام مختلف تماما على الكمبيوتر بفهمه الموضوع تسويق بحض هو هو نفس الواحد اللي هيكون مكتوب على الهارد بتاعك ولكن احنا نكون وفرنا على نفسين 24 بايت يبقى ليهم عوزة في اي مكان تاني وطبعا لو حد فكر انه يعمل شكوى او يتكلم احنا متحكناش على حد احنا كتبين واحد كيلو بايت والناس كلها هاها ركز معي عارفة انه الكيلو بايت اقل من الكيبي بايت اللي هم بغض النظر عن انه فيه اصلا هارد مساحته واحد كيلو بايت ولا غقة بس عمتا كده كده الزمان ما كانتش بتفرق قوي 1000 بايت من 1024 كان اقل من 3% وكانت الناس يعني مثقفة شوية وعارفة فاهمني ولكن مع تقدم الزمن وظهور وحدات زي الميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت والتاني دول وحدات مصطنعة من الشركات مش وحدات حقيقية الفرق هنا بدأ يوضح اكتر واكتر لانه لما احنا وصلنا لوحدة الميجا بايت الفرق بينها وبين المي بايت اصبح اكتر من 48000 بايت يعني حوالي 5% لما جات الجيجا بايت الفرق بقى اكتر من 73 مليون بايت اللي هو 7% فالفرق عملي يزيد اكتر وبيكون واضح اكتر فاصبح لما انت تجيب هارد مكتوب عليه 500 جيجا بايت الكمبيوتر بيفهمه تقريبا 465 جيبي بايت اللي هو فرق شواهي حلوين ولكن بعزيز المشاهد لو رحنا لحاجة زي الرام فدي بتتصانع على النظام السنائي ولازم تكون على النظام السنائي لانه الرام هي جزء اساسي من نظام الحوسبة في الكمبيوتر يعني لازم تكون مطابقة لنظام الكمبيوتر اللي هو السنائي لانه ساعات بيتم التسويق اليها بالنظام العشري الا انها لازم تبقى في الاخر بالنظام السنائي ما ينفعشها تتغير الرام لازم تستخدم في الاداء الفوري واي تلاعب في الارقام بيأثر على الاداء وغير كده البرمجيات وانظمة التشغيل بتعتمد على القيم الدقيقة في الرام فلازم طبعا تكون مظبوطة وما يحصفش فيها تلاعب في القيم دي علشان نضمن الاداء السليم عايزين المشاهد انا مؤمن تماما ان دي هي السرقة الاكبر في عالم الكمبيوتر كل يوم مش بس المستخدمين اصبحوا متعودين على النظام الجديد اللي خلقوا الشركات دي لا وكمان اغلب المستخدمين بقوا بيستخدموه بشكل كلي بدل اصلا النظام الاساسي اللي كان هو الاساس واللي بيفهمه الكمبيوتر ممكن يكون معرفة الاشياء دي انت شايفها مش مهمة ليك ولكن على الاقل لما تروح تجيب SSD الجهاز بتاعك ما تتوهمش ويتضحك عليك سلام